في إطار الرؤية المستقبلية من لودن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدة حفظ الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قرار يقضي بعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الشركة القابضة للنفط والغاز ماضية في تعزيز شركاتها التشغيلية في دعم مسيرة هذا الصرح الوطني العريق مشيرا سموه إلى أن تشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو سوف يساهم في مواصلة مسيرة الشركة وتطوير نهجها متمنيا سموه لمجلس الإدارة الجديدة التوفيق والنجاح وينص القرار بتعيين كل من السيد عبدالله جهاد الزين رئيسا لمجلس إدارة الشركة السيد مارك توماس نائبا للرئيس بعضوية كل من السيد يوسف عبدالله حمود السيد يوسف عبدالله تقي الدكتور أشوق كريشنا السيد سعيد حسين عبدالرحمن والسيد أحمد يوسف طالب وينص القرار إلى أن مدة العضوية في مجلس الإدارة الجديد هي سنتين تبدأ من تاريخ صدور القرار الجدير بالذكر بأنه تم تعيين الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيسا تنفيذيا لشاركة نفط البحرين بابكو وهو من الكفاءات البحرينية المشهود لها في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيموية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر